بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المدى يا سادة ربنا سبحانه وتعالى من أعظم مننا وعلى هذه الأمة أن نرزق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم معاني وأنوار وأسرار من أهمها أنه فتح لنا باب للكنوس كبير جدا جدا لما قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا له فعرفنا فتح لنا باب كنوس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والكنوس على فكرة ما بتكونش بس في الأيام المشهير فيها أيام كده أيام مشهورة لكن كمان بتكون كل الأيام كل الأيام فيها نفحات بس فيه أيام مميزة نفحتها ليس زيه نفحت أي أيام تانية في حضة النبي علمنا أنه كل يوم فيه نفح بس فيه أيام نفحتها مختلفة وخاصة لو كانت الأيام دي أيام فارقة وحضة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يعلم علي يوم معين ويقول لنا أن ده يوم فارق يوم فارق في حياة مين؟ يوم فارق في حياة البشر كلهم في حضة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم لنا وينبهننا على شوية أيام من الأيام دي يوم عشراء يوم عشراء وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للأمة أن يوم عشراء ده يوم مهم فحضرت النبي قال هذا يوم عشراء ولم يكتب عليكم صيامه وانا صائم فهذا الحديث يبين أن هذا الحديث له مكان خاصة عند حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الكلام اللي أنا ذكرته ده كلام سيدنا معاوية كان بلخص فيه حكاية طويلة مع حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم عشراء سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قام خطيبا بالمدينة في قدمة قدمها يوم عشراء فخطبهم فقال أين علماؤكم يا أهل المدينة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عشراء ولم يكتب عليكم صيامه هوانا صائم فمن أحب منكم أن يصوم فليصم ومن أحب أن يفطر فليفطر هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه يبقى إيه اللي حصل سيدنا معاوية بن أبي سفيان فكرهم ذكرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيذكرهم بإيه بيوم فارق من أيام الأمة وأيام الأمة الفارقة مش أيام اللي عاشتها الأمة بس تعالوا نفهم شوية قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بقى أمة الإسلام هي أمة العالمين من لدن سيدنا آدم إلى قيام الساعة فأي حدث فارق هي الأمة لابد أن تهتم به لابد أن تجعله قيمة في حياتها قيمة إضافية في حياتها يعني إحنا على مداد البشرية كل يوم فارق حدث مع أي نبي هو يوم فارق في حضارة وفي حياة الأمة الإسلامية حدث النبي بيعلمنا ده بيعلمنا الأساس ده والشريعة كلها شوفوا كده من الأيام الفارقة اليوم الذي ذهب فيه سيدنا إبراهيم للقاء ربي واليوم الذي ذهب فيه سيدنا موسى وحصل المناجع على الطور كل ده بيخلي الأشياء دي والأحداث دي فارقة فالسعي من بين الصف والمروة بقى حاجة فارقة فصار هناك تشريع خاص بداه عشان نعرف أن كل الأحداث الفارقة في الأمم كلها هي أحداث فارقة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ده يحصل في كل وقت زي ما احنا بنبقى سعداء كمان بميلاد سيدنا المسيح كمان يعني نبقى سعداء جدا 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 بنجاة سيدنا موسى وعشان كده دي لحظة فارقة نجاة النبي من أنبياء الله نجاة رسول من قول العزم من الرسل فلذلك دي لحظة فارقة لحظة فارقة بتعلم الناس قيم كتيرة ولذلك وليه الأمر لما يلاقي القيم بتتراجع وخاصة مع نسيان الناس أو فطور الناس عن الاهتمام بالأوقات الفارقة لازم ينتبه وسيدنا معاوية لما راح المدينة وكأنه حس أن الاهتمام بيوم عشراء ابتدى يحصل فيه خلل الناس بتتشدد فيه قوي وناس بتتهاون فيه فكان لازم يقف لأن يوم عشراء يوم عشراء من أهميته أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أهل المدينة بيصموه من اليهود قال نحن أولى بموسى منهم فصام يوم عشراء وقال لو بقيته إلى العام القابل لأصومان التاسع والعاشر لأنه يوم فارق فلازم نهتم به لأنه بيعلمنا حاجات كتير بيعلمنا قيم كتير أيام الفارقة بتعلمنا أيام كتير فيوم عشراء علمنا فلذلك ده مهم جدا جدا ولذلك من الحاجات اللي احنا بنقعد نفكر فيها هو ايه الحكاية ليه التدين الكمي وليه أهل التطرف وأهل التشدد ليه بيحاولوا بقدر الإمكان الأيام اللي زي دي في الاحتفال بيها يحسروها فقط في قضية العبادة والشعيرة فقط ليه ما بيخلوناش نعيش الحالة كلها حالة الفرح وحالة السعادة مع العبادة لأنه واضح أن ده بيسبب لهم مشكلة ايه اللي بيسبب لهم مشكلة أن ده بيخليهم يخرجوا يخرجوا من الصورة اللي هم رسمينها للدين اللي هو الدين فقط شعيرة مش حياة تخيل وكأن سيدنا معاوية شاف ده شاف أنه هم بيتعاملوا مع يوم عشراء مش بيتعاملوا معها لأنه هو نموذج للحياة فشافهم بيتعاملوا معها بعدم اتزان ونسيين خصوصيته ده ولازم نتعامل مع الأيام باتزان فقال لهم أن ده يوم فيه صيام وشوف بابي كلموا عن اتزان ازاي هذا يوم صيام ليس فرضا واللي عايز يصومه يصومه واللي مش عايز يصومه فردهم إلى الاتزان الذي علمهم إياه صلى الله عليه وسلم احنا واحنا دخلين على يوم عشراء فيه شوية حاجات لازم نعرفها ولازم نتكلم فيها مع حضراتكم ولازم نتكلم عن فائدة من أعظم الفائد اللي احنا شايفينها في حديث الكلام عن يوم عشراء أن السبب الرئيسي وراء تشريع صيام يوم عشراء هو أن الله سبحانه وتعالى نجى فيه سيدنا موسى عليه السلام وكذلك نجى قوم بني إسرائيل من باتش فرعون وملأ فاتفق الإمامان البخاري ومسلم على تخريج حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم الذي قال فيه قادم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فراء اليهود تصوم يوم عشراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى في رواية الإمام مسلم شكرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه حضرت النبي لما قال نحن أولى بموسى منكم ما كانش بتكلم على إن هو بيقولهم إن انتوا اتباعكم لموسى فاسد أو مش فاسد لكن بيقولهم ده إحنا كمان لو كنتوا بتصموه عشان نجات سيدنا موسى ده إحنا أولى بالفرح بسيدنا موسى يعني إحنا كمان عن صوم هذا اليوم كما صامه سيدنا موسى لأن دوت نقطة فريقة في حياة الناس السيام هنا لازم نعرف أن السيام هنا السيام بنكية الفرح يعني السيام يوم عشراء السيام بنكية الفرح وكأن حضرت النبي بيعلمنا قيمة مهمة جدا الفرح الفرح بالفرج واجب يعني لازم نفرح بفرج الله وأن ربنا سبحانه وتعالى ينجينا من أي مصيبة فواجبنا أن احنا نشكر الله سبحانه وتعالى وكأن ربنا عايز يريد أنه يفهمنا أن الشكر مش على العطاء بس كمان الشكر كمان على الكفاية والنجاة من الهموم وده شيء مهم جدا فتعالوا نبص الحاجة مهمة جدا أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتكلم الحديث هنا بيعلمنا حاجة مهمة ما كانش حضرت النبي بيكلم بس على مسألة السيام بس حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كمان بيتكلم على النجاة وده يبقى مؤثر جدا جدا في القيم لأن تعليم من الحديث ولذلك لما سيدنا معاوية شاف الناس في هذا اليوم في يوم عشراء وكأنهم وكأنهم بيعرفهم أن ده مش يوم عادي ده يوم له خصوصية والخصوصية دي مش بس موجودة مع بداية الإسلام ده كمان كانت في أيام الجالية السيدة عائشة رضي الله عنها تقول كان يوم عشراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بالصيام فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه حديث متفق عليه يبقى كده وضح لينا أن يوم عشراء ده بدأ فريضة ثم صار سنة وكان وكاني ليه طيب عشان لازم الحديث ده يعلمنا حاجة مهمة أوي إيه هي حب الحياة لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما يخلي الناس تفرح بنجاة سيدنا موسى بس بس الحديث مش فيه إن سيدنا موسى نجا بس ده بنجاة سيدنا موسى ونجاة بني إسرائيل فالحديث بيعلمنا إن الحياة نعمة وده اللي يعيخلينا نربط بقى بالمكانة العظيمة والفضل اللي جايه مع الحديث ده لأن سيوم يوم عشراء له فضل عظيم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه بيقول سيوم يوم عشراء احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبلها واحدة واحدة بقى ليه وكأن المسألة لازم نعرف إن حضرت النبي بيعلمنا حب الحياة وكأن سيوم يوم عشراء يأتي فيكفر السنة الماضية فيإن اللي حاصل فأنا بحب أقف عند قولي صلى الله عليه وسلم إن هو أحتسب كلام حضرت النبي أحتسب على الله أن يغفر السنة التي قبلها لأن النبي علمنا حاجة مهمة جدا إن احنا نربط حاجة مهمة قول إذا كنا بنتعامل في حاجة اسمها فقه إيه فقه تجديد تجديد الحياة فقه تجديد الحياة إن احنا لازم نعرف إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لنا إن هو بيغفر لنا السنة الماضية فعايز يقول لنا إن الله يجدد بيوم عشراء حياتنا وعشان كده الناس اللي بيتوسوس الناس بكترة ذنوبها بييجي حديث يوم يوم عشراء عشان يغير لهم تفكيرهم إن انتم متعظمو الزنوب في عيون الناس لدرجة إن الناس تقنط من رحمة الله ما تفضلوش تتغطوا على الناس بأن الله متربص بهم متربص بهم حتى يقنطوا ويحسوا بإنهم متلوسوا وخلاص ما لهمش رجع على الله لكن يأتي يوم عشراء عشان يرغم أنوف المقنطين للناس من رحمة الله ويقولهم إن بالصيام يوم هيغفر للأمة أحتسب على الله أن يغفر سنة الماضية وإيه بقى العلاقة السر بقى ما بين السنة الماضية وانا جات سيدنا موسى عارفين السر إن الحياة نعمة إزاي الحياة نعمة إن إزا كانت السنة الماضية خلاص محيت فأنت تجدد لك الحياة تأتي كالثوب الناصع تستقبل هذه الحياة وكأن الله جدد لك قلبك وجدد عهدك به كما أن الله جدد الحياة على سيدنا موسى وبني إسرائيل ويمكن ده يكشف لنا عن السر ثواب سيام يوم عشراء عند الله سبحانه وتعالى سيام ذلك اليوم احتسب احتسب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيامه أن يغفر به السنة التي قبلها عشان تزوق حلوة تجلي أنوار جمال الله سبحانه وتعالى عليك بأن ينجيك من بحر ذنوبك ذنوب سنتك الماضية فإن حاصل فأنت لو سألت عن سر سيامك اليوم عشراء فكأن مناد أو أن يجاب عليك من قبل المنادي فيقول لك هذا يوم ينجي الله فيه من غرق من غرق في ذنوب كما نجى الله فيه كليمه وبني إسرائيل فصوام أمتي كأنبياء بني إسرائيل وبني إسرائيل في النجاة من الهلكة والحصول على نعمة الحياة مع الله يا سلام يبقى دي حاجة مهمة جدا يبقى الحاجة المهمة إن إحنا نعرف إن الحديث بيعلمنا قيمة مهمة ويقيمة حب الحياة لكن أصحاب التدين الكمي لما تسألهم عن ده ما يفهموش ده يفهمو بس إن إيه إن الصيام ده شعيرة لكن لما يجي المصريين مثلا ويعملوا عشورة يعملوا طعام فلما تيجي تسألهم إيه اللي حاصل ده قالوا إن إحنا فهمين إن الحديث بيقول لنا افرحوا افرحوا بإيه بنعمة الحياة فيعملوا إيه فيجيبوا أكتر سنبلة كانت بتدل عندهم على الحياة بتدخل في العيش بتاعهم وكانهم بيجيبوا سنبلة تتعلق بالعيش ويعملوها أكل حلو وكانهم بيقولوا إيه الحياة القادمة ما هو السنبلة دي اللي هي سنبلة الأمح ده بتدل عندهم على الحياة ثم يضعوا لها السكر وكانهم بيقولوا وهم بيصنعوا عشورة إيه اللي حاصل نحن فهمنا من رسول الله أن بعد عشورة تحلو الحياة بنعمة الله وعشان كده عندنا حديث تاني الحديث وشوف الروابط بتاعت الحديث بتقول إيه أن من وسع على أهله يوم عشراء وسع الله عنه سائر سنته إيه ده إيه سائر إيه حكيت سنة ماضية وسنة لاحقة ليه لأنه في الحقيقة هو بيقولك سنة لأن دي وحدة الحياة فكأنه هذه السنة القادمة إيه اللي حاصل هتكون سنة مليئة بشهد حلاوة نعمة الحياة هو ده اللي احنا في منها وكمان أنا عايز أقف مع قولي صلى الله عليه وسلم فمن أحب منكم أن يصوم فليصوم ومن أحب أن يفطر فليفطر أنا أقول لكم حاجة شفتها من أهل التدين الكم وكانها زي اللي شاف سيدنا معاوية وحاول ينبه الناس أين علماؤكم ليه بقى لأن الناس مع كون المواسم دي فارقة تجد الناس أصحاب التدين الكمل لو الناس ما صامتش يوم عشراء يبتدوا يدي لهم نقاط أقل في تدينهم فيحسبوا الناس فيحسبوا الناس على أنهم بقوش متدينين أصلاً ما صاموش يوم عشراء ويبتدوا أصم في التدين لكن نشوف من أراد أن يصموا فليصم وده ممكن نرد بيه على كتير من المتشددين اللي واخدين أمور الدين بشدة وهو ما فيش غير كده بس عادة النبي يشوف قال له هم إيه بيتعامل مع القضية على أنها قضية سنة اللي عايز يصوم يصوم واللي مش عايز يصوم خلاص الأمور أبسط من كتير من أن احنا نستخدم ده في تقييم الناس وفي تدين الناس كل واحد حسب حال وحسب ظروف وحادة النبي بيعلمنا ده مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول أنه صايم ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يقبر أحد فيه واحد بقى يقول لك لو أني ما صمتش يوم عشراء أنت كده مش من أهل السنة لا يا سيدي واحدة واحدة بس صوم يوم عشراء حضرت النبي اللي علمنا أنه صيام عشان القيم اللي عندنا ولو ما حدش تصام على فكرة يوم عشراء يستطيع أنه يعيش برضو الفرحة يستطيع أنه يعيش الفرحة لأن الفرحة عبادة والصيام عبادة فما تقولوش للناس ولا توهموا الناس أن الناس مش من حقهم يفرحوا بوئتيان يوم عشراء لأن هما ما صموش بلاش الطريقة دي الطريقة دي ما يحبهاش حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وذلك حضرت النبي قال هذا يوم عشراء للكل وبعدين قال ممكن الناس بعضكم يصوم اللي عايز يصوم يصوم واللي مش عايز يصوم ما يصومش فبلاش الطريقة دي اللي بتحسس الناس وهي فتنة حصلت مع التدين الكام اللي هي فتنة ايه توجيب السنة تحويل السنة إلى واجب فظل الواحد مخز كده إن هو ما فعلش السنة طبعا لازم نبجل السنة ونحترم السنة ونفعل السنة ما استطعنا إلى ذلك بس السنة تفضل السنة ما تحولوش السنة إلى واجب فتعالوا نمشي كده وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا خلوا السنة خليه من أهم الإجراءات اللي ممكن نعملها في يوم عشراء واسعوا على أولادكم من أهم الإجراءات في يوم عشراء اجتمعوا معا وافرحوا بالحياة الجديدة اللي ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم إياك وفي يوم عشراء اعملوا ذكرى تخليكم تحسوا بنعمة الحياة ونعمة إن ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا أيام فريقة في حياتنا فخلوها أيام فريقة بإن أنتم تعملوا ذكرى حسنة تكون عندنا وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويجعلنا إن شاء الله في خير حال